بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم في حلقة الخميس ليلة الخامس والعشرين من يناير 2011 2019 الثامن عشر من جماده الاولى 1440 هجرية كل عام وانتم بخير وكل ثورة وحضراتكم بخير اكيد الثورة والايام بتفكرك بيه تلكم الليالي الجميلة التي اختلط فيها يعني غضب بخوف بجرأة بتردد احيانا وبخروج احيانا اخرى شجاعة تارة تراجع تارة لكن في النهاية انتصرت ارادة الشعب على قوى الشر قوى الشر لم يعرف في بلادنا ان لدينا مؤسسات عتيدة تقوم بدورها وبالتالي كان اللي بيجي الاول هو اللي بيشيل الشرطة بتلعب لوحدها المخابرات بتلعب لوحدها كل واحد بيعمل مصالحه وبالتالي اجتمع هؤلاء على الشعوب فجات اللحظة اللي جري فيها الشرطة دات لهم الاوامر وجات لهمش الاوامر مشوا جريوا جريوا دي صراحة ما يقول لك لو مصر بلدتها بقى هو لو كان بيحموا مصر بيحبوا مصر كان عملوا ايه كانوا وقفوا لو كان معهم حق ما هربوا ممكن زملائنا يوروك مشاهد وما بيجروا وده بيدلك على حاجة مهمة جدا انه مهما علت مهما علت واستعلت قوة البطل جواها ضعف ودايما نستشهد في هذا البرنامج منذ سنوات وقد كتبته كتابا عن البلقان والالبان وعشرات المقالات عن ميليسوفيتش ديكتاتور سربيا الذي على يديه تفكك الانتحاد الاغزلافي اللي في يوم من الايام مليون واحد في الميدان بعد تكرار المحاولة عشرات المرات والجيش يضرب في يوم واحد مليون في الميدان وفوج الشعب بالشرطة تخلع سطرتها وتطلب الامن منين من الشعب ادوى الشعب الشعب الذي حل محل الشرطة بعد ان هربت من الخدمة واي ظابط يهرب من الخدمة يبقى ايه خيانة عزمة يا حبيبي خيانة عزمة ما عادش تحاسب مش مشكلة لكنهم هربوا كالجوردان البقية الصالحة في جهاز الشرطة بقيت والفئة الباغية هربت والذين عادوا بعد انقلاب تلاتين يونيو هم الفئة الباغية لان الفئة الصالحة بعضهم وبعضهم لوقات قتلوا بالنار الشرطة قتلوا برصاص الشرطة بس خلال قلت فاك نيه عشان ما تقول طبعا انت هتقول لي عم زبعة دخلت في حلقة والنهاردة الخميس وبكرة الجمعة انتنسيت وانتنسيت وانتنسيتش بس كمان حال من حال ولعل ربنا يجعل هذه الجمعة جمعة مباركة النهاردة الخميس وغدا الجمعة وبيننا وبينكم وبين الله نساق ان نتلو صورة الكهف في ليلة الجمعة او صباحها وصل الجمعة لبس افضل الثياب التطيب افضل الطيب الذهاب الى المسجد حضور صلاة الجمعة الصلاة والسلام على الحبيب من مصطفى صلى الله عليه والاهلي وصحبه وسلم ثم فيها ساعة جمعة دول سبع حاجات خلاص احنا ايه عارفانهم مع بعضنا وهذا حالنا مع الله نسأل الله ان يغير حالنا الى احسن عام طبعا قبل ما خش في الموضوع والنهاردة عندنا وقت يعني احنا تعرض خميس عاديم مع بعضنا يا شباب ليس لكي نبكي على اللبن المسكوب اوعى تفكر بالطريقة دي وليس لكي نلوم بعضنا البعض اوعى تفكر بالطريقة دي وليس لنوجه سهامنا الى بعضنا البعض خصوصا اولئك المتمسكين بالثورة وبالشرعية وبحقنا وبإرادتنا وبصوتنا وبانتخاباتنا وبكل شيء النجم عن الثورة المربع ده احنا مش جايين نتلاوم ولا نتعاتب ولن نفعل بإذن الله بس انا على الهامش قبل مبدأ في شوية أخبار صويرة كده او اذا اقول كلمة ارجو ان يلتفت اليها الجميع بمناسبة التوحد والتجمع ووالاخر في الحالة المصرية اللي احنا فيها فريدة من نوعها لان قوى البطش والقوى الظلام التي اطلقت الرصاص على الثورة هذه القوى تتربص بنا جميعا وهي في حال ضعف لانها لم تنجز سوى القتل والضمار وحال الضعف يتحول الى قوة اذا كان المواجه لها اضعف فيقول لك يا عم تاخد البرتقان التفاحة اللي ربعها ضارب ولا تاخد تفاحة الانصال ضارب يقول لك اخد اللي ايه اللعور ولا لعمة يقول لك اخد لعور واللعور موجود في كلبة موجود العور كتير اقول وبالله التوفيق واعتبر ده نداء من حمزة زوبع الى كل الناس الذين يريدون ان يجعلوا من هذا العام والعام القادمة اعوام فرجة للثورة المصرية اقولوا وبالله التوفيق اذا لم تتفق اذا لم تتوحد رؤيتنا على كسر الانقلاب وادارة المرحلة ما بعد الانقلاب فلن ننتصر ابدا اقول لهم هده كلام عام لا هخش في الخاص اذا اتفقنا ولكل اجندة خاصة اذا ما جاءت لحظة النصري عاملة لها باي باي يا حبيبي من دلوقتي ما تقعدش لا تجلس في مجلس فيه كل واحد شركاء متشاكسون دماغه فيها حاجة هعملك منصة هعملك منطة اوعى تقعد في المجلس ده ده مجلس سوء فهمتها حضرتك قال قدرت عبر لك عن رأي الخطر يكمن في ان نختبئ خلف اجنداتنا الخاصة ونحن نزعم اننا نجتمع على اجندة الوطن طب نعمل ايه يا زوبع من ناس لها اجندات وليها طبوحات وليها رغبات اقول وبالله التوفيق لكل وجهة هو موليه ولا يمنع احد من تحقيق رغبته افردي اخي معاك في الجابة اللي انت بشغال فيها دي ولا في التوحد ده واحد نفسه يبقى وعد الثورة وزير او رئيس اذا ما تخلى الرئيس مرسي او قرر الاستفتاء او غيره نعرفه من البداية ونفهم من البداية حتى لا نأتي في لحظة نقترب فيها من النص فنفعل كما فعل الرماه سابوا الاماكن وراحوا ايه يلموا الغنائي وهذا ما يعمل عليه الانقلاب او القوة التي تريد ان تتخلص من الانقلاب بطريقة اخف الضررين يقول لك والله حمزة ده كويس ممكن ايه بعدين احنا نماشي الانقلاب لانه بقى مخسارة فايه حمزة ده ممكن فيبدأ ايه يفككك نظريا دلوقتي فاذا ما جاءت اللحزة عمل فيك ايه خلاص فلان يا جماعة انا 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 رئيس انا مينفعش ماكنش رئيس انا رئيس وزراء انا مينفعش ماكنش رئيس اذا اتفقنا من دلوقتي واحنا قاعدين انه احنا عندنا اجندات خاصة تصبوا في نهر التوافق او الاتفاق او الجمعية الوطنية او سميها ما تشاء اذا لم نتفق هيبقى احنا بنلعب مع بعضنا لابد ايه حاولين يا كيك ليه ايه انا معاك اوقف التوافق بس انا عندي اجندات كلنا لا كل الناس تكون موجود الافضل ان تتخلى عن احلامك الشخصية وطموحاتك لصالح الوطن وسيأتيك رزقك اذا كنت فاهم ان انت هتبقى مسؤول رئيس وزير محافظ بالحكاية دي هي هتجي لك دي مش رزق يعني ده ابتلاء بس انا بقول لك يا عزيزي ويا صديقي حضرتك وحضرته وحضرته اسوأ مشكلة وده اللي حصل السيسي عمل ايه طير كل اللي حواليه ليه لانه اخفى عنهم طموحه للسلطة فلما وقع السلاح في يديه استخدم كل جافة الانقاذ ومن حولها واستخدم صدق صبحي ومحمد ابراهيم كل اللي عام دي عمل فيها ايه اللي حبسوا واللي طردوا واللي عملوا صح ولا دا فستتحول مصر الى حكم الفرد مرة اخر وسيقتتل الناس قتالا عظيما يبقى مع رغبتي وحماستي في ان الوقت يقصر يقصر بنا الوقت حتى نعود للأوطان منتصرين الى اني بتمنى ان الوقت ياخد رحته حتى نتفق جميعا على ما نريده ولا انفي ولا قلوم احد ان كان عنده اجندة شخصية شرط ان يطرح على الجميع قبل ما نبدأ ايه بسم الله الرحمن الرحيم كده كويس يبقى المشروطة ايه محطوطة تمام كل واحد يبقى عارف هو بيعمل ايه دي والله فصيل مثلا اكس قال لك شوف يا معلمين انا في المشروع اللي جايدة بقى ان شاء الله بدان ربنا هيكرمنا كده انا عاوز حتى قد كده خلينا اتفاهم ما الجيش تعمل زي السيسي قال لكم مصر وعنينا وشرف خطبة مصر انت عارف الكلام الاوانت ده وفي الاخر عمل ايه عاكش مصر وده سبير جزمته على كل الناس هذا صراع بشري طبيعي اذا لم نتفق ونضع الموثيق ونتفق على كل شيء فستكون نتيجة كارسية وسيتعطل نصرنا كثيرا اللي في السجون في السجون عشاننا وعشان البلد والشهداء عشاننا وعشان البلد والمنفيين عشاننا وعشان البلد واحنا مش عشان انفسنا احنا يجب في المقابل نكون عشانهم واعني هنا اللي هم خارج ضيق الوطن يجب ان ينتبهوا الى ما اذكر به نفسي لان الاعمال مع سرعتها وتغيير الاوضاع ان شاء الله يكون افضل يحتاج مننا ان احنا نركز جدا فيما نسعى اليه وفيما نعمل ويكون هناك شفافية ووضوح ترجمة نانسي قنقر